من اللي كانت دخول مثلاً الموقع دي اللهم موقع النشاط هو؟ تيك توك ما شاهده مشي لحيش باقي ما عنديش تيك توك في دماغي داك شوش ما حط يجوف أنا باقي عندي كوكب زوم الرودة وين انستاقرام تيك توك در موقع دي البلاء كي الله يستره وخلاص نحن طليت في الانستاقرام بجداتي تدوخة منها نحن نطل في تيك توك على ملاحة جينا ماذا يقولون الصيادة؟ يشدني القرض المهم لا الانستاقرام وكوكب زوم الرودة كل شي في بيس كل شي في فيلتري كل شي في زوين تحاجة في مخيباء كل شي الهم فين كين؟ فين كين الهم؟ فيسبوك لا 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 خلي نحن الهم فين ومدارين لا لا الهم كين فيسبوك تدخل قد تلقى هاشتاج غلال أسعار مريح حكومة تدخل الهم فيسبوك لي الهم فين قوسير قد تلقى الانستاقرام تلقى هذا الهدف عباد الله ترى الهم في الزنقة وعيش الهم في النهارة تدخل فيسبوك وتلقى الهم والاكتئاب تقول لها انستاقرام كيف تهرب لها؟ تدخل الهم تدخل من حاجة إلى حاجة في سنة 2000 هل تعرفون كيف تلك البوكسوفيس الأمريكية؟ البوكسوفيس هو الترتيب للأفلام يصبح لهم أنجح الأفلام هي الأفلام التي دخلت فلوس هذا هو العبارة البوكسوفيس في سنة 2000 تدخل فيه في ديسمبر تدخل البوكسوفيس السنوي البوكسوفيس الأنوي كل سمانة يجيو واشكونهم العشرة اللولين هذا هو بطل المرتبة في الأخر في ديسمبر تدخلوا البوكسوفيس العام في سنة 2000 حتاً فلاشاتني بقيت وقيت عاقل عليها في سنة 2000 البوكسوفيس أمريكا دي الأكثر الأفلام تدخلوا لهالناس في الولايات المتحدة الأمريكية تسعوط الأفلام من عشرة تسعوط الأفلام من أصل عشرة يعني تسعين في المئة كل أفلام دي الخيال العلمي وعباد الله قلسات وقيدات مكتبات مقالات ودار التحليل بمعنى أنه بنادم يقلب فين يهرب من الواقع دياله لأن الواقع دياله وصف موقعش عنده فين يزيل عليها علاش قلت لك من الليبان الانستغرام عباد الله هربات الانستغرام لأن الفيسبوك لقات فيه الهم ومع ذلك مرام الرب نادم يدخل يطل فيه الهم من اللي هندخلوا الفيسبوك وش غلقاوه غلقاوك قريتي ببوست ذيل صاحبك كاتب فيه واحد جو سطور من وراه واحد أخر كاتب واحد ثلاثة سطورة من وراه واحد كاتب شي حاجة فيها خمسة سطورة وانت غادي إلا درتي الكومول ديال هذوك السطورة اللي قريتي في الفيسبوك وانت غير قلس بلا ما نحسب انك من الليك تدخل مثلا تفرج في النيتفليكس والمبسي 2 والمبسي ماكس وكتقرأ في السوتيتر قل باتتعلم الانجلي تفرج في مبسي 2 قل لي كيفين وصلتي في الانجلي قلوه حيث كيف يقرأ فيلا درنا الكومول فيلا درنا الكومول فيلا درنا الكومول ديالذك سطورة اللي كتقرأ والسطورة اللي كتشوفون في الببوست أقسموا لكم بالله وبدون مبالغة سا دبطس دلوان هذك عشرين صفحة اللي انت كنت خايف منها وابغيش تقرأها دلوان لكن المشكلة لهاذوك الطريفات اللي مقرضين شناهما انكورين فا تيضربوا لنا على هات الجهة اليسرية تيطفى وتيعفطوع لها وتيخدموا لك بمعنى كنكونوا تحولنا من واحد الإنسان لأصل فيه أنه دائما الذكريات دياله من النور ما كتفوتوش لأنه محتاجها باش يبنيع لهادك وعينيها للمستقبل دياله ما كتحيج دائما الإنسان خدام ما بين فين كان أشكيدير وفين غادي غتجيت قلب مثلا الخطاب القرآني غتجيت قلب مثلا الخطاب القرآني من أين أتيت ماذا تفعل وإلى أين تتجه دائما دائما هذا الشيء اللي عندك لا ما اللي كيقولي خدام غير بليم يسفر دلواء كتولي إنسان يكاد يؤله اللحظة اللي هو عيش فيها حتى أنه تيقولي خيف ديك اللحظة لا تتمشي الشيء اللي تيذن لها خصو يصورها ما كيبقاش يعني أنه يستمتع بها أصلا مثلا مثلا أنا ما كان أظرش على الشباب اللي في اللجنة اللي قالوا يكي يوطقوا يقول لكي يضق علينا أنا لا عادوا يوطقوا أنا تبعهم إدارة وخص الميلف وخص الدوسية إلى آخر لكن مثلا سيد عصام قالوا يقرأ القرآن الأصل في القرآن قال لك سيد ربي وإذا قرأ القرآن ما كيناش وستمعوا له وأنصتوا وصوروا لعلكم ترحموا ما كيناش هذه خلاوا عندك مضى كأنك أنت صوروا وقالوا يا حبي بائلي من دنياكم الصور وكي الحديد الحبي بائلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة قال لك ما هنا حبي بائلي من دنياكم الصور قالوا دور تصور 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 كانت قلسوا مثلا في شي قوليسة مثلا مع الحباب وكذا وتلقوا ريوصنا مثلا رحنا مقابلين مع شي منظر مثلا طبيعي في الوقاية ديال الغروب وهذا سبحان الله العظيم الإنسان في الداخل دياله تبغي يشوف هذا الجمال ديال الطبيعة فقبل ما يبان هاد العجب هادا كان بنادم تيقلس وتيستمتع بذيك اللحظة حتى أنه قاعدة كانوا الدراري تخادوا في هذه الدراجات شو واحد يقولوا لا عذاك شي شوية تسكات شو شو هذه اللحظة هادي ما تفوتش وتيقلسوا دريحة اللحظة ديال الغروب والذيال الشروق من أجمل لحظات اليوم وضغيتها الطير فتيسكتو وتنقلسوتا تستمتع في ذاك المنظرة دا باللان دارين كيقولوا بشو شو شو علامنا يدر مباشرة كيجبد بنادم السلاح وكيبدأ بشك 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 وكان بقاوا نصوروا 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 تكتفوت اللحظة ومن بعدش كنديروا كم داوا نعيشو في ذاك اللحظة اللي بالنسبة لنا احنا رشدناها لأن الضارجة أننا اللهنا هديك اللح حي الزمني اللي احنا كنعيشوه الضارجة أنه يبقى يبقى بغيناه يبقى بحل الإله يبقى إترنال ما يموتش ما يحيدش فكنا حاولونا نشدوه لأن نحنا عارف الريوصنا دايزين في هذاك الخط الزمني ولا عنا الإشكال باش نعمروه من قبل مثلا في حال كيف تكلم عليها مارسل بخوست ودار فيها واحد السرية ديالكتوبة حتى اللاخر ديالكتب فيها لتخوفي وتيتكلم على لتخوفي كيقولك هو كل الوقت اللي من تجدي فيه تحاجة للطول اللي انت كتعيشه وكتشدد بالصحنية مش هو للطول اللي كتصوره هو للطول اللي كتنتج فيه واللي كتعمل فيه شي حاجة وغجيغة لقى القرآن تيقولك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري